الوجود العسكري الأمريكي ومستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن ملفان تصدر جلسة استئناف الحوار الأمني المشترك بين مسؤولين عراقيين برئاسة وزير الدفاع العراقي والمسؤولين الأمريكيين وتأتي هذه المباحثات عقب تراجع واشنطن عن الموافقة على الموعد النهائي للانسحاب في وقت سابق بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة جدولت الانسحاب وهذه النقطة كل مهمة بالنسبة للمؤسسة العسكرية العراقية تحديدا لأن هناك قرار عراقي غير قابل للنقاش وهو إنهاء تواجد قوات أجنبية من الأرض العراقية لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك علاقات مشتركة بين العراق والتحالف تحديدا وخاصة أن يتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية وتتولى رئاسة أركان الجيش العراقي مهمة تحديد الأولويات الأمنية والعسكرية على الأرض وتقديم رؤية نهائية حول إنهاء الوجود العسكري الأجنبي بعد زوال تهديد تنظيم داعش والتأسيس لتعاون أمني مشترك مع واشنطن على مستوى الاستشارة والتسليح ومنع تكرار اعتداءاتها على القوات الرسمية يصر الجانب الأمريكي على وجود العسكري والوجود القتالي القاتل الذي يقتل أبنائنا ويقتل أبناء القوات المسلحة وأبناء الحجر الشعبي اللي هم جزء من المؤسسة العسكرية كلها بغطاءات غير شرعية وتدخل بسيادة العراق القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية موجودة منذ العام 2014 في عدد من القواعد أبرزها عين الأسد غرب العراق وقاعدة حرير في أربيل وقرب مطار بغداد الدولية سياسيا تأمل بغداد أن تثمر هذه الحوارات نتائج قد رسمتها مسبقا بانسحاب تدريجي للقوات الأجنبية وتأطير وجودها تحت عنوان الاستشارة والتدريب بينما تشكك الفصائل العراقية في نوايا واشنطن لأنها تماطل منذ سنوات في هذا الملف على الرغم من وجود قرار برلماني يدعو إلى انسحابها الكامل منذ عام 2020 محمد الفهد بغداد الميادين